عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ اتباعا مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ على رأسها ما يخص السلع الغذائية وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن بضائع خلال يومي الأربع والخميس الماضيين بما قيمته نحو 300 مليون دولار تضم السلع الغذائية والزيوت والبوكوليات واللحوم والأعلاف